وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخريفة عهل البلاد المفدى وصل بحلد الله ورعايته أمس إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظهل الله لحضور العرض العسكري رعد الشمال والذي يعد الأكبر في تاريخ المنطقة بمشاركة عشرين دولة عربية وإسلامية إضافة إلى قوات دراء الجزيرة والذي يقام في مدينة الملك خالد العسكرية بمدينة حفر الباطن في شمال المملكة العربية السعودية وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى لدى وصوله قاعدة الملك السعود الجوية بالقطاع الشرقي بمدينة الملك خالد العسكرية بحفر الباطن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية ومعالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسعدت الشيخ أحمود بن عبدالله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية وكبار ضباط قوة دفاع البحرين وعدد من المسؤولين السعوديين من مدنيين وعسكريين وقد توجه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى إلى مسجد الضيافة حيث صافح جلالته أخاه خادم الحارمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود عاهل المملكة العربية السعودية حفظه الله وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة وممثلي الدول المشاركة في التمرين والعرض العسكري رعد الشمال وقد أدى الجميع صلاة الجمعة ويرافق حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وفد مكون من سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب ومعالي الشيخ خالد بن أحمد وزير الديوان الملكي ومعالي الشيخ سلمان بن عبد الله الخليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومعالي الشيخ حمد بن إبراهيم الخليفة ومعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية وسعادة سيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك المفدى لشؤون الإعلام وسعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلهمة وزير شؤون الدفاع وسعادة اللواء الركن خليفة بن أحمد الفضالة رئيس المراسم الملكية وسعادة السيد حمد بن علي الكعبي السكرتير الشخصي لصاحب الجلالة الملك المفدى وسعدت الشيخ حمود بن عبدالله الخليفة سافير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية واللواء الركن الطيار محمد بن بحسين المسلم قائد قاعدة الاسخير الجوية وكان جلالة العاهل المفدى قد غادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته في وقت سابق أمس متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة رافقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحل اشتركوا في القناة